التعديل الحكومي هو إجراء سياسي ودستوري كيتطلب إجراءات وكيتطلب يعني واحد مجموعة دير الشروط مني غدا توفر سوف ننضي في هذا المجال لكان للأسف كنا يعني كان طمحون نمشي أبعد لكن إن شاء الله وما قدر فعل فريق عمل المجهود كبير وانتمنى التوفيق إن شاء الله في المستقبل اللي لن يكون إلا إن شاء الله بخير وعلى خير دبا الآن بالنسبة لهذا المواضيع المرتبطة بحضور الحكومة في البرلمان حضور الحكومة في البرلمان هو منضمون ومقررون بالدستور وبالأنظمة الداخلية لمجلس النواب ومجلس مستشاري ولسمحت لي قبل أن أدخل في بعض التفاصيل ما فيها فقط نقدمه بعض المعطيات حول الحضور الحكومة داخل البرلمان ونبدأ بالمستوى المتعلق بالرقبة فقط نعطيه جوجد الأرقام لكي لا نكترش بزاف على مستوى الأسئلة الكتابية في مجلس النواب ومجلس المستشارين توصلت الحكومة إلى غاية يوم الأربعاء 24 يناير 2014 توصلت الحكومة بـ 19275 سؤال مقارنة مع نفس المرحلة من الولاية الشريعية السابقة ستلقوا بأن الحكومة توصلت فقط في حدود 11 أو 12 ألف سؤال إن لم تخني الذكرة أجابت الحكومة على 13533 سؤال بنسبة لك تبلغ 70.21% هذا رقم يؤكد ويعبر على أن الحكومة تتفاعل بشكل كبير مع مختلف الآليات والميكانيزمات الرقبة التي أعطاها الدستور للبرلمان وطبعا الحكومة تحترم مؤسسة البرلمان وتعتز بالنقاش الإيجابي والذي يدور في مختلف اللجان ومختلف الفضاءات في الجلسة العامة